البرلمان الصيني يحضر للإعلان عن السياسات العامة السنوية وأنظر العالم تترقب خطة التحفيز لمعالجة المخاو بشأن طباط الاقتصاد وتخفيف التحديات الداخلية وقلق يتصاعد لدى المستثمرين وسط إشارات سلبية من إلغاء المؤتمر الصحفي السنوي لرئيس الحكومة الصينية لأول مرة منذ ثلاثة عقود بدورها أستراليا تدعو الأسيان لتعزيز الانفاق الدفاعي البحري لاحتواء التهديدات الأمنية والفلبين تقول أنها ستعزز من جهودها إذا تجاهلت بكين حقوق منالا في بحر الصين الجنوبي أرحب بكم في الرابط إذن الأنظر تتجه صوب القارات المرتقبة من الحكومة الصينية أمام البرلمان حول السياسات العامة للاقتصاد وللأمن والسياسة الخارجية وعن ذلك نتسأل ما هي ملامح خطط الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد وتبعاتها كذلك على الاقتصاد العالمي وكيف تراقب واشنطن أي خطوات قد تؤجج موجة جديدة من الحرب التجارية كذلك نتسأل هل تؤثر ضغوط أداء الاقتصاد الصيني بأي شكل على الأجندة الخارجية وكيف تنظر لدعوة دول الأسيان لتعزيز الدفاع البحري ضد ممارسات بكين في بحر الصين الجنوبي إذن ساعة تفصلنا عن انعقاد المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني والأسواق والمستثمرون يترقبون الأعلان عن خطط تحفيزية لدعم أداء الاقتصاد الصيني والسؤال الأبرز إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الضغوطات الاقتصادية المستمرة على صياغة السياسة الخارجية لبكين وعلى قدرتها في مجابهة التحديات خارج البار الرئيسي نتابع التقرير نحو بكين تتجه الأنظار فالجميع يترقبون عن كثب مخرجات الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهو الاجتماع الذي يعلن فيه الحزب الشيوعي الحاكم قرارات سياسية واقتصادية هامة الاقتصاد واستقراره وتنشيطه أبرز القضايا المهيمنة خاصة في ظل تراجعه تحت وطأة الضوابط الحكومية الموسعة والأزمة العقارية وقبيل الاجتماع أكد المتحدث باسم البرلمان أن لدى قيادة بلاده ثقة كبيرة في أن اقتصادهم سينتعش مضيفا أن الصين ستصدر قوانين جديدة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية 一是围绕改革抓立法 包括落实金融体制改革 促进民營企业发展壮大 通过立法把改革成果固定下来 增强经济发展的内生动力 二是聚焦开放抓立法 包括制定关税法 修改革制改革制改革制改革 完善新型法律的社会條款 持續优惠環境 انكماش وأزمة عقارات مستمرة وتزايد أعباء الديون وهجرة رأس المال الأجنبية مشكلة يعاني منها الاقتصاد الصينية وأمامها يتوقع محللون أن تركز أجندة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشكل أكبر على الدعم على المدى القريب للاقتصاد المتعثر وتشير التوقعات إلى أن الصين ستعلن عن هدف النمو لعام 2024 بنحو 5% لكنه هدف يعد طموحا بشكل ملحوظ بالنسبة لحكومة تواجه تحديات اقتصادية حادة وفق بلومبرغ وبحسب جولدمان ساكس فإن تحديد هدف طموح للنمو من شأنه أن يظهر أن صناع السياسات يركزون على النمو الاقتصادية في حين أن تحدد هدف أقل سيشير إلى دعم أقل للاقتصاد ما قد يؤدي إلى إضعاف الثقة تطلع المستثمرون عن كثب إلى الكشف عن خطة تحفيز مالي وجهود ترمي إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز الطلب الاستهلاكية وتتوقع بلومبرغ أن تكون السياسات موجهة نحو التعافي مع عجز أكبر في الميزانية وسياسة نقضية أكثر دعما وتعهدات بتيسير عملية التصحيح العقارية وتحتاج الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حزم تحفيزية لإنعاش اقتصادها مصدر قوتها أمام تحديات خارجية متنامية إذ يقول بعض الخبراء إن انشغل الصين بمشكلاتها الداخلية قد يؤثر في قدرتها على تحقيق أجندتها الخارجية رامية لتشكيل نظام دولي جديد وخلق عالم ثنائي أو متعدد الأقطاب قبل البدء بنقاش حلقة هذه الليلة أذكركم بسؤالي الرابط ما هي ملامح خطة الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي وكيف تراقب واشنطن أي خطوات قد تؤجج موجة جديدة من الحرب التجارية كذلك نتساءل هل تؤثر ضغوط أداء الاقتصاد الصيني بأي شكل على الأجندة الخارجية وكيف تنظر لدعوة دول الأسيان لتعزيز الدفاع البحري ضد مارسات بكين في بحر الصين الجنوبي هذا ما نتساءل عنه في حلقة هذا المساء أرحب بالضيوف الكرام ينضم إلي من واشنطن الدكتور جيمس ديفيد سبلمن وهو الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة جوج واشنطن مرحبا بك ينضم إلي كذلك من بكين السيد كيندو شو وهو زميل أول في معهد بنغول وأستاذ مساعد في جامعة رن من بي بكين أهلا وسهلا كذلك أرحب بضيفي من فيتنام وهو في مدينة هوتشي إذن السيد بياي فضول مديل عام لسكوير أسوسيات شكرا جزيلا على وجودك معنا كذلك الضيوف جميعا أبدأ معك ضيفي من بكين سيد كيندو أسألك إذن ننتظر أن يبدأ البرلمان الصيني هذه الاجتماعات الهمة هذه الدورة السنوية التي تبدأ غدا تستمر حتى الحادي عشر من هذا الشهر التساؤلات الآن فيما يتعلق بالشق الاقتصادي بالتحديد وهذه الهموم الاقتصادية التي تمر بها الصين ما إذا كانت بكين ستدخل بدعم حقيقي وواسع النطاق للاقتصاد في ظل أن الاقتصاد والسلطات كانت متحفظة بإجراءاتها خلال عام 2023 ماذا تتوقع أنت؟ شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحبا بكي بالجمهور وبالسيد الضيف من واشنطن ومن فيتنام اليوم نعم الصين تنظر إلى هذه الجهود السياسية والكل يراقب هذه النية الصينية من بعد هذه التقارير اليوم ومن قبل أيضا رئيس الحكومة الذي سيطلق هذه البيانات وهذه التصاريح قريبا اليوم من ناحية أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وأيضا هذه السياسة المعتمدة للنمو في 2024 وعلى وتنع على ذلك ما هي الخطط ما هي السياسات التي تنوي الحكومة الصينية وضعها من أجل الوصول إلى تحقيق هذه الهداف إذن حتى الآن هلنك هذه التوقعات بالنمو الذي قد يقارب 5% وذلك بما يشبه أهداف السنة الماضية وبكل تأكيد هذا سيتطلب بعض الحزم السياسية المالية النقضية للدعم اليوم والتساؤل الكبير هو حول هذه الحزمة الكبيرة من المساعدة ومن المساندة من قبل الحكومة للاقتصاد من أجل التحفيز الاقتصادي من بعد الأزمة مثلا في 2009 بعد أزمة 2008 ذا ما نتذكره اليوم ولكن على الرغم من ذلك هناك هذه السياسات النقضية التي يجب اعتمادها من أجل إضفاء طابع الاستقرار على الدورة الاقتصادية وبكل تأكيد بعض التحفيز في هذا الصدد ربما من خلال بعض المحافزات للنمو لا سيما في المجالات التالية كمثلا العلوم التكنولوجيا الابتكار وأيضا هذه المجالات اليوم التي قد تشهد على النمو الأكبر تتحدث عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولكن لم نتحدث عن خطط حقيقية للتحفيز على سبيل مثال القطاع العقاري على سبيل المثال أزمة ديون الحكومات المحلية وبالتالي هناك قلق وهنا أذهب بهذا النقاش لضيفي من الفيتنام سيد بيير فضول لأسأل حضرتك رغم قتامت هذا المشهد الاقتصادي الصيني الذي نتحدث عنه التوقعات وشير بأنه لا خطة لإنعاش واسع حقيقة منتظرة في الصين إن كان فيما ذكرت أزمة العقارية أو العجز عن إنعاش الاستهلاك فيما يتعلق استهلاك الأسر وبالتالي ما التي تخشاه الصين في هذه المرحلة وما هي التحديات التي تمنع أي خطة تحفيز واسعة النطاب فعليا النيوز الوحيد اللي سمعناها اللي حديث هلأ اللي علاقة بقطاع العقارات هو الأسبوع الماضي وقتها سمعنا أنه البنوك السنية عم بحضروا 28 مليار دولار كروض ل white list of property companies يعني فعليا فيه selectiveness من ناحية التي تساعدوا هذا القطاع وهذا شيء كنا متوقعينه بالماضي بس مظبوط ما عم نشوف خطة شاملة وهذا شيء معقول يكون عم بيدل على عدم عدم تحليل للقطاع وعدم إمكانية للإنقاذه اللي وصلنا على حد فعليا stratospheric levels يعني عندنا شركتين كتير كبار country garden evergrand أعلنوا إفنسهم وهذا بروسس سيأخذ كذا سنة خلصوا فعندنا كذا شركة اللي حقتهم في مشكلة oversupply بالقطاع العقارات ويمكن أفضل طريقة هو فعليا الحكومة السنية تترك بعض هذه الشركات تقفل تحتى نخلص من مشكلة oversupply والماركت يجلس هذه معقول يكون هذا الدليل عنه يعني تقصد بأنه سيكون هناك تركيز على قطاع العقارات على عكس القطاعات الأخرى ولن نرى خطة تحفيز كبيرة في الصين بتصور أنا كنت دائما أقول أنه الأولوية للسلطات الصينية هي يخلصوا المواطن مثل الصينة اللي اشترى شقة أو عقار والتروبتي ديفالبرز لا يستطيع أن يخلص لهم مشان هيك هالدول اللونز سيروحوا لهالهدف لأن دائما كانت الأولوية للمواطن بعدين لللوكول بانكس وآخر شيء للمستثمر الأجنبي بتصور هذا العمبي بي قلنا إياه هلا إذا كانت هذه هي الأولوية الاقتصادية يرى البعض بأن أولوية البرلمان الذي سيجتمع في دورته السنوية غدا بهذه المرة أولويات مختلفة الأولويات الخارجية قد تضغى الأمن القومي قد يضغى على هذه الاجتماعات وهنا أسأل من واشنطن دكتور جيمس لأسألك تركز هذه الدورة بحسب التوقعات على تعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات برأيك ما التي تخشى عليه بيكين فيما يتعلق بأمنها القومي يجعلها في سلم الأولويات تضع كل خطط الأمن القومي قبل التحفيز الاقتصادي الذي يعاني بشكل كبير في الفترة الماضية أظن أنه يجب علينا أن نفهم أولا أن الأمن القومي يزداد أولوية علاوة على الأولوية الأخرى التي هي الاقتصاد اليوم القلق في الصين هو التالي الاقتصاد تباطئ وسيستمر في التباطئ الآن لأن الاقتصاد يدخل مرحلة النضوج بشكل متزايد نرى من بعد التزايد في عدد السكان التزايد الآن في عدد الصناعات والشركات وكل هذه المحركات التي كانت ناشطة والآن تتباطئ والآن الصين تنتقل نحو هذا الاقتصاد المبني على الاستهلاك وليس فقط على التصدير كما في الماضي ورأينا ذلك مؤكدا في الأرقام التي صدرت عن السنة الماضية وهناك اليوم هذه الزيادة في الاستهلاك كمحفز للاقتصاد والآن هناك أيضا بعض النمو في الاستثمار إذن بناء على اقتصاد متين محليا هذا بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومي ولكن صحيح لأن اليوم هناك أوجه قلق في الأمن القومي لأن الصين لا تزال تفرد نفسها الآن كقوة عظمى في العالم وفي المنطقة أيضا وذلك بطرق مختلفة أولا من خلال الحضور العسكري في بحر الصين الجنوب مثلا وثانيا من خلال العلاقات الاقتصادية مع مختلف البلدان حول العالم ومن خلال مبادرة الطريق والحزام الطريق وغيرها من المبادرات والبناء التحتية الاقتصادية التي تصل العالم بالأسواق الصينية اليوم وحتى لدى الحلفاء اليوم هناك هذه المبادرات التي أفضت ببعض البلدان إلى شرك الدين في نهاية المطاف ولكن علوتا على ذلك هناك أهمية بالغة الإلحاح اليوم بالنسبة للصين لأننا نرى أن مثلا السفن في البحر الأحمر هي تتعرض لتعرقلات وذلك يؤثر على أكثر من 60 بالمئة من التجارة العالمية التي تمر من هناك ونرى أيضا الاضطرابات على سلسل الأمداد والتوريد الآن الصين هي قلقة وتشكل أكثر من 22 بالمئة من هذه التجارة العالمية اليوم من أصل 66 بالمئة من التجارة العالمية اليوم من خلال كل ما يمر في هذه المنطقة إذن كمية كبيرة من التصدير والاستيراد يعتمد على هذه المنطقة إذن الآن هناك محاولة صينية لإحلال التوازن بين الاقتصاد والأمن إلى آخره وحتى يمكننا أن نرى هذه الهيكلية للحكم بإدارة جينجبين وهذا التغيير في الهيكل لا سيما مع ما سمعناه بعد ثلاثة عقود من هذه المؤتمرات المتتالية السنوية ولكن على وطن على ذلك هناك أيضا هذه الاستجابات الهام من الناحية الاقتصادية ومن ناحية إضفاء السلام في هذه الأسواق هذا ما تطالب به الصين من جانب هناك الحديث عن الإصلاحات الإضافية وأيضا الترحيب بالمزيد من الاستثمارات الخارجية التي تضررت حتى الآن وذلك من خلال مبادرة ومحاولات مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبا واضح أكتفي بهذا القدر ما حضرتك لأني سأعود لهذه النقطة هذه الخلافات والتوترات في بحر الصين الجنوبي ويعني ما تقوم به مجموعة من التحالفات ضد الصين في هذه المنطقة على سبيل مثال أسيان التي تجتمع مؤخرا بأستراليا ولكن أعود إلى هذه النقطة الآن أذهب بالنقطة المهمة التي طرحتها محاولة الحكومة إيجاد هذا التوازن بين الاقتصاد والأمن لأسأل من بكين سيد كيندون نعلم بأن التحفيز الاقتصادي وهذه الحزم يعني هي ليست بالجديدة قامت الحكومة الصينية بسلسلة من الإجراءات منذ كوفيد ناينتين بالتحديد تتحدث عن السنوات القليلة الماضية الآن نتحدث عن التوازن هل يمكن للحكومة الآن في العام 2024 وتحدثنا عن معدلات النمو رأها البعض العام الماضي سجلت الصين أدنى معدلات نمو منذ عقود عند 5.2% هل يمكن إيجاد هذا التوازن بين الأمن والاقتصاد وأين تكمن الأولوية بوجهة نظرك هذا هو السؤال الأكبر اليوم ومن الصعب جدا ألبت في هذا الموضوع إذن هذه الموازنة بين الاقتصاد والأمن اليوم نرى ذلك حول العالم وفي المباحث العالمية حتى في الغرب هذا المحور هو رائج اليوم وهناك هذا التركيز الإضافي على الأمن بما يشمل أضن الأمن الاقتصادي على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وأضن الوزيرة الأمريكية للتجارة قالت أيضا أن مثلا من يهدد اليوم أمن الولايات المتحدة الأمريكية هي السيارات الكهربائية الصينية وأيضا نعرف أن هناك هذا التركيز الأمريكي دائما على هذه العلاقات التجارية مع الصين وباعتبارها هي من تهدد الأمن القومي إذن هناك اليوم تطرف في استخدام هذه العبارة تهديد الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا أظن أن هناك هذا الخطر المحدق بالولايات المتحدة الأمريكية من الناحية التجارية على أمنها القومي لأننا نعرف أن هناك آلاف من الأشخاص يمتلكون سيارة تسلا في الصين إذن اليوم الصين لا تهدد الأمن القومي الأمريكي من الناحية الأمنية بحضا ولكن بناء على ذلك أقول وبالنسبة للحكومة الصينية اليوم هناك هذا الفهم التام والكامل أن التنمية الاقتصادية تعني الأمن والاستقرار إذن في حال تم تهديد الأمن والاستقرار هذا أكبر تهديد بالنسبة للنمو والحكومة إذن هذه هي الأولوية بالنسبة للصين اليوم في هذه الدورة السنوية نعم هناك أولوية الاقتصاد هناك المحور الاقتصادي الأكثر أهمية اليوم بين كل المحادثات في هذه الدورة التي تمتد على أسبوع إذن نعم الحكومة الصينية ستحاول في الوقت عينها الأخذ بالحسبان بهذه التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أيضا الاهتمام بالسيادة ووحدة الأراضي مثلا بشأن طيوان أيضا ولكن علاوة على ذلك كيف ننمي الاقتصاد هنا أذهب لسيد بيير لأسألك في ظل ما قالوا الضيوف أن الأولوية الأمن القومي هي بالفعل أولوية بالنسبة للصين ومن ثم يأتي الدعم الاقتصادي الأسواق بالصين الأسواق بهون كون كيف تترقب هذه الاجتماعات السنوية الهامة التي كل الأنظار تتجه إليها لأنه كما ذكرنا بنقاشنا مجموعة من يعني العثرات والأزمات الاقتصادية مرت بها الصين ولم تتعافى بعد من بعد الجائحة كيف تتهيأ الأسواق لما سيتم الإعلان عنه نعم نشوفه بالأسواق بهون كونج وبميلان شاينة بعد الحديث هلأ ما شفنا تراجعات كثير كبيرة من هؤلاء الأصداء اللي نسمعهم من ناحية عدم عدم بس اللي نتوقع هو أنه اللي نتوقع هو أنه رح يكون في الـ سيد فقدنا الاتصال نحاول التواصل من جديد مع ضيفنا أسألك دكتور جيمس الآن بظل انتظار هذه الاجتماعات الهامة للبرلمان الصيني والتي كما ذكرنا ستستمر عشرة أيام ابتداء من الغد واشنطن كيف تراقب هذه الاجتماعات على جانب الاقتصادي ليس فقط على جانب الأمن القومي للخطوات الصينية نعلم بأنه لطالما كان هناك هذه الحرب التجارية هذه العقوبات الأمريكية هناك مخافة حتى من الانتخابات الأمريكية ما سينتوج عنها وبالتالي كيف تنظر واشنطن إلى ما ستقوم به بكين من خطوات؟ بأي عين؟ أظن أن الكونغرس اليوم في الصين أو هذا المؤتمر هو عبارة عن مؤتمر رمزي أكثر مما هو فاعل إذن نحن ننتظر فقط توضيحا من أجل أن نعرف ما الذي سيجري فيما يتعلق بحزم التحفيز وكما قال السيد الضيف من بيجينغ اليوم نعم هناك هذه المحاولة للحفاظ على النمو عند 5% هذه السنة ولكن بحسب التوقعات النمو سيكون 4.5% في هذه السنة بحسب البنك الدول إذن هناك فجوة ولو صغيرة بين الرقمين واشنطن الآن ستكون حذرة جدا عند سماع تصريح الوزراء الصينيين في حال كان سيكون هناك أي نية من الحكومة الصينية بالتحفيز أم لا ولكن علاوة على ذلك اليوم هناك هذا التسعير فلنقل لهذا الاتجاه الصيني ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية إن المخاطر السياسية عالية اليوم لسيما ما سيجري بين المرشحين المرتقبين بايدن وترامب في الانتخابات الآن من بعد هذه الأرقام من ميشيغن وغيرها من الولايات اليوم وهي حاسمة في قرار الانتخاب ولكن اليوم هناك أيضا هذا الوضع الذي هو ليس بالأسهل في الصين من ناحية الدعم وفي حال أعيد انتخاب ترامب سيكون هناك مشاكل بالنسبة للصين ونحن نعرف أنه هو معروف عنه بالتشددية من خلال إدارته الماضية ولكن أن الرئيس بايدن انتقد الرئيس ترامب على هذه الخطوات ولكن تصادم ببعض التشدد من قبل الحيز السياسي في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية وثم غير قليلا في سياسته نحو الصين إذن اليوم نحن قد نرى المزيد من التشددية الآن في هذه السنة الأخيرة من ولاياته ضد مثلا الشركات الصينية القطاعات الصينية في المستقبل اليوم ولكن بالمقارنة بترامب سيكون هو الأكثر تشددا تجاه الصين وأيضا القطاعات وحتى شيجينبينغ بنفسه طيب هذا نقاش مهم ولكن أتوقف عند الفاصل الأول قبل ذلك أعرج على العاجل الذي كان أسفل الشاشة مهم وزير التجارة التركية نهدف لرفع التبادل التجاري مع السعودية إلى 10 مليار دولار على المدى المتوسط إذن نتابع هذه التحركات التركية السعودية فيما يتعلق بدعم الاقتصاد وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين نعود لإستئناف نقاشنا ولكن بعد الفاصل حتى الآن لم تنشر الحكومة الصينية بعد التوقعات الخاصة لعام 2024 ولكن يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تحدد بكين هدف نمو سنوي قدره 5% فما هي أبرز توقعات بهذا الصدد نتابع خلال الاجتماع السنوي المزمع للمجلس الوطني النواب الشعب الصينية يتوقع أن تحدد الصين معدل نموها السنوي المستهدف لعام 2024 عند 5% تقريبا وهو هدف نمو مماثل لعام 2023 رغم صعوبة تحقيقه نظرا لارتفاع أساس المقارنة وفقا لبلومبرغ ويتنبأ الاقتصاديون مواجهة الصين عجزا أقل في موازنة هذا العام قدره 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة إصدار السندات السيادية الجديدة بأكثر من 20% ويقدر أن تظل حصة إصدار سندات الحكومات المحلية ثابتة تقريبا عند 556 مليار دولار كما يرجح أن يظل هدف البطالة في المناطق الحضرية عند 5.5% بحسب بلومبرغ إذن أعود لاستكمال النقاش ونتحدث عن معدلات النمو لأسأل سيد كيندو من بيكين فيما يتعلق بالمستهدف من قبل الحكومة الصينية هذا من جانب هذا ما ننتظره التوقعات عند 5.5% ولكن كنا قد تابعنا توقعات دولية وتوقعات صحفية على سبيل المثال من رويتس ستحدث عن النمو الاقتصادي في الصين سيتراجع في العام 2024 لأربعة فاصل ستة بالمئة ويتراجع أكثر إلى أربعة فاصل خمسة بالمئة بالعام 2025 مما سيزيد الضغط على السياسات سواء المالية أو النقدية بهذا الصدد ما الذي نتوقعه ونعلم بأنه كما ذكرنا لم تصل الصين إلى التعافي الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة سؤال جيد جدا والآن بالعودة إلى التوقعات والأرقام من قبل استبيانات رويترز أو من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي هذه الأرقام تتغير باستمرار إذن يجب أن ننسى ذلك أولا ثانيا وفي حال حددت الحكومة هذا الهدف عنده خمسة بالمئة هذا يعني أن الرقم يمكن أن يكون أعلى أو أقل من خمسة بالمئة إذن أربعة فاصل ستة أربعة فاصل خمسة هذا الرقم يقرب من خمسة بالمئة بشكل كبير ولكن كما سبق وذكرنا أن الاقتصاد الصيني اليوم ينضج وبكل تأكيد سيكون هناك بعض التباطئ الاقتصادي ربما عنده أربعة بالمئة ثلاثة بالمئة أو حتى أقل من ثلاثة بالمئة ولكن هذا مثال اليوم غير واقعي وهذا لا نطمح له إذن لا يجب أن نقول يجب أن ينمو الاقتصاد بثمانية بالمئة مثلا فقط إذن الاقتصاد الصيني يعرف عنه وهو أصلا الاقتصاد الثاني الأكبر حول العالم ولكن من ناحية تكافؤ القدرة الشرائية إن الاقتصاد الصيني هو الأول حول العالم منذ 2014 إذن كم نتوقع أن ينمو هذا الاقتصاد بعد هذا يعني أنه حال كان هناك هذا الهدف بخمسة بالمئة هذا يعني أنه سيكون هناك بعض الحزم التحفيزية من قبل الحكومة من أجل إعادة إنعاش بعض المجالات الاقتصادية اليوم بما يفوق التوقعات طيب فيما يتعلق بهذا الوضع الاقتصادي أسألك سيد بير ماذا عن الإصلاحات المالية التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الصينية أو الضريبية أو فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية كان يجل حديث عن هذه الأمور نهاية العام الماضي لم تحسم ديسمبر بالتحديد أي نوع من الإصلاحات ممكن الحديث عنه إذا لم نتحدث عن مجموعة تحفيز كبيرة ولكن بالتأكيد ننتظر إصلاحات ما هي هذه الإصلاحات بالتحديد أيضا فيما يتعلق بالشركات التي تعمل داخل الصين هناك حديث عن مرونة في التعاول مع هذه الشركات فتح الحدود ما هو المقصود من الذي سننتظره موضوع الإصلاحات موضوع دائم بالصين كل سنتين أو ثلاث سنين نسمع هذا الموضوع والفعل على الأرض لا بمثابة الحكل التي نسمعها والإعلانات التي نسمعها الآن بخصوص الإصلاحات العلاقة بالإصلاحات الاجتماعية العلاقة بالضمان الشيخوخة العلاقة بالسوشيال سيكوريتي نت بالإجمال أنا بأعطي إيدي سي جينبينج عنده إرادة كبيرة يعزز هذه الإصلاحات خاصة أنه الشعب الصيني عم يتراجع عدده يعني الاجتماعي على السنتين المضوع بقى عندنا مشكلة الاجتماعي من الاجتماعي مشكلة كبيرة وهذه الشغلة يعني الإصلاحات منها النوع التي تقدر تجلسها بس بخصوص الإصلاحات الأكبر دائماً نشوف إصلاحات تردد أو إصلاحات تمد شاي منى إصلاحات شاملة رغم هذا سمعنا من كم أسبوع أنه معقولة السيئوات تطلب منهم أن تكون باستخدام على السهم على السهم تبع شركتهم هذا نوع من الإصلاحات يمكن أن يكون مفضل لكن يجربوا يعملوا إصلاحات لا يكون مفضل لأن يمكن يفوت سيئة من ناحية السيئوات بس بالإجمال أنا دائماً عندي تيقن من كل هذه الإعلانات عن الإصلاحات لأن دائماً نسمعهم وعندها أكثر من فعل على الأرض جزء من الإصلاحات أو ربما الخطوات التي سيتم تحفيزها أسأل عنه من واشنطن دكتور جيمس يجي الحديث على تعزيز الخطط التكنولوجية فيما يتعلق بالابتكار بالذكاء الاصطناعي وبالتالي كل ذلك من أجل تعزيز الإنتاجية تعزيز القوة الإنتاجية الجديدة بالصين التركيز على قطاع التكنولوجيا هل يثير القلق الأمريكي في هذه المرحلة نعلم أن هناك عقوبات على هذا القطاع بالمجمل بعض شركات هذا القطاع من قبل جانب الأمريكي في الصين المزيد من التركيز هل يفتح نوع من حرب تجارية تكنولوجية جديدة بين بكين وواشنطن أظن أن قطاع التكنولوجيا اليوم يشهد على التنافس من قبل الجميع الصين الولايات المتحدة وأيضا أوروبا وحتى البلدان الأخرى كالهند الغفورة وطايوان إذن اليوم التكنولوجيا وسعت أفق هذا التنافس ولكن من الصحيح أن هناك من هو في الطبيعة في السوق ولكن إلى درجة معينة يجب أن نتسأل هل هذه الشركات كأنفيديا هي أمريكية فعلا ولا هي عالمية اليوم لأن نطاق عملها هو عالمي في نهاية المطاف إذن يجب أن نفهم هذه النقطة ولكن بكل وضوح سيكون هناك المزيد من الضغط من الصين من الهند من الولايات المتحدة من أوروبا من أجل التحول أو القيام بهذه القفزة النوعية في ناحية الإمكانات التقنية اليوم وذلك يحركه الذكاء الاصطناعي مثلا ولكن منذ عقد كان حلم يتمثل في الذكاء الاصطناعي ولكن اليوم مع وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي بات هذا الذكاء يستخدم في كل الأمور للطلب واجب من مكدونالدز أو حتى للقيام بحجز تذكرات سافر إذن اليوم مع كل هذه التعاملات التي نقوم بها نحن المستهلكون العاديون إذن التكنولوجيا اليوم تتقدم وقت التحول وذلك سيشمل كل الجوانب الاقتصادية مع دخول جهة فاعلة جديدة في هذا الحيز الأولاد المتحدة الأمريكية اليوم مع هذه الميزة التنفسية من قبل شركاتها والصين أيضا التي يجب عليها أن تعيد التفكير بالماضي من أجل أن تتعلم كيف تماهد للمستقبل إذن حتى الآن ضخ مثلا هذه الأموال الطائلة في الاقتصاد من دون مثلا التركيز على بعض القطاعات هذا أمر يجب التفكير به من أجل المستقبل اليوم من بعد هذه المحاولة لأتعافي من بعد جائحة كورونا وحتى ما جرى فعليا كان أن كل هذه العوامل اجتمعت مع كل الأخطاء المرتكبة في الماضي وذلك ما أدى إلى التباط الاقتصادي الحالي هنا أسأل سيد كيندو في ظل الحديث عن هذه في هذا التراجع بالاقتصاد مع حاولات ضخ المزيد من أجل النمو نعلم بأن هناك علاقات استراتيجية لصين على الساحة الدولية لها علاقات في المنطقة العربية على سبيل مثال الدول الخليجية لها علاقة مع روسيا بالمجمل إلى أي حد هذه العلاقات الخارجية تفتح الباب لضخص اثمارات خارجية الحديث عن اتفاقيات مع هذه الدول جزء منها دعم الاقتصاد جزء منها الحديث عن حلفاء على الجانب الاقتصادي والسياسي للصين أولا هناك الكثيرون ممن يتحدثون عن الطباط الاقتصادي في الصين ولكن هذه كذبة اليوم لأن حجم الاقتصاد اليوم هو يطغى على هذه الأرقام ولكن نعرف أن مثلا هناك زيادة أو نمو بـ 5.2% في الاقتصاد الصيني كم من المزيد تتوقعون في الاقتصاد الصيني والتوقعات لهذه السنة تقارب 5% وأظن أن مع هذا الرقم سيكون الأشخاص أكثر من سعداء برؤية هذا الإنجاز ولكن اليوم نفكر بالأمور المهمة أساسا من ناحية معيير المعيشة وأيضا هل اليوم نحن نتقدم هل نحن نسير نحو المستقبل الذي هو أكثر شراقا من الماضي هذا ما يهم شعب الصيني اليوم والصين في نهاية المطاف تعمل على هذه السياسات من أجل المزيد من التنافسية مثلا وأيضا تحسين حصة الفرد من إجمال الناتج المحلي ونحن نعرف أن هذه الأرقام في تحسن دائم في الصين وعلوتا على ذلك وبالحديث عن هذه السياسات الصينية المعتمدة اليوم من قبل القيادة والقيادة تود أن تعتمد هذا النموذج التحويلي للنمو للاتكالي ليس فقط على الإتجار ولكن أيضا على الابتكار والتكنولوجيا والاستهلاك الداخلي إذن نحن في عملية تحويل الاقتصاد اليوم ونحن في صدد هذه العملية من بعد الجائحة ونعم رأينا بعض المشاكل حددنا بعض التحديات للاقتصاد الصيني ولكن أظن أنه اليوم في يد الحكومة حسن إدارة الاقتصاد بهذه الطريقة المتزنة مع هذه العملية الجديدة للمضي قدما بحل بعض المشاكل في بعض القطاعات إن الحكومة الصينية لا تود أن ترى مثلا هذا الاقتصاد الذي يعتمد فقط على القطاع العقاري دون غيره من العقارات إذن هناك هذه الحاجة إلى التوازن اليوم من أجل أن يتمكن الفرد من اقتناء منزل بمدخراته أو بأمواله الخاصة إذن نتحدث أيضا عن هؤلاء الأشخاص الذين سيسعدون بأسلوب حياتهم وهذا الأمر المهم واضح إذن نستكمل النقاش مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل الأخير في هذا الحلقة من الرابط توقف إذن عند هذا الفاصل وأستألف النقاش ولكن بعد قليل قالت وزيرة الخارجية الأسترالية باجتماعات لدول اندو باسفك في أسيا أن هناك تهديدات خطيرة للأمن البحري في إشارة إلى الممارسات الصينية دون تسمية بكينا الوزيرة أعلنت أمام الاجتماع المنعقد في ملبورن أعلنت عن نحو 190 مليون دولار لتمويل مشاريع دول الأسيان في البحر أو في الأمن البحري مضيفة إلى أن التوترات التي تحدث في بحر الصين الجنوبي ووضيق تايوان والمحيط الهادئ تؤثر على الجميع أذهب بهذا الخبر لأسأل عنه ضيفي من الصين من بكين سيد كيندو الحديث عن استثمارات بقيمة 64 مليون دولار أسترالي على مدى أربع سنوات هذا ما تم الإعلان عنه بأستراليا وفي ذلك 40 مليون دولار أسترالي في تمويل جديد من أجل أمن وازدهار المنطقة بما يتماشى مع أولويات دول الأسيان هل يتماشى ذلك مع المصالح الصينية بوجهة نظرك سأحدثكم عن هذه القمة اليوم لدول أسيان دول أسيان تعقد هكذا قمام مع الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية مع الصين مع الهند مع اليابان مع الاتحاد الأوروبي إذن ليس بهذه الأهمية الكبيرة اليوم ونحن لا نعتبر هذه القمة على أنها مثلا قمة معادية للصين فقط ولكن هناك أيضا هذا الحضور لأستراليا ولدول أسيان بشكل مستمر اليوم عند الحديث عن مثلا الأمن الملاحي في بحر الصين الجنوبي أن الصين هي المطلع الأول بالحفاظ على الأمن هناك لأننا نعرف أن الصين هي أكبر المصدر حول العالم ونحن نعرف أننا لدينا العلاقات مع أكثر من 120 بلد حول العالم لماذا قضيهم الصين رؤية أي مخاطر في هذه المنطقة؟ لماذا قضيهمها رؤية أي تهديدات على الأمن الملاحي؟ هذه سردية خاطئة وذريعة مستخدمة من قبل واشنطن اليوم لإرسال هذه السفن الحربية إلى المنطقة من أجل تحدي الصين والآن بالحديث عن الأمن الملاحي نحن نعرف أن التوترات الآن متركزة مع الحوثي في البحر الأحمر حيث الأولاد المتحدة الأمريكية حاضرة حيث المملكة المتحدة حاضرة وهذا ما يؤثر اليوم على حرية الملاحة للسفن التجارية ولكن في بحر الصين الجنوبي ليس هناك أي سيناريو مماثل ليس هناك أي سيناريو حدث قد يهدد الأمن الملاحي إذن لماذا تقوم أستراليا اليوم بالحديث عن هذا المحور اليوم مع التحالف مع واشنطن ولكن بالنسبة للأمر غير مبرر تماما هل تود أستراليا أن تصبح هذا الوكيل للولايات المتحدة الأمريكية لتحدي الصين هذا حلم اليوم لأن دول آسيان تعرف بمجريات الأمور في هذه المنطقة اليوم أأخذ هذا الكلام المهم لأسأل ضيفي من واشنطن دكتور جيمس هل تتحدى واشنطن عبر أستراليا الصين في ظل ما يتم الحديث عنه الآن في هذه الاجتماعات الهامة لأسيان التركيز وإن ضمنيا على الوجود الصيني والمخاطر الصينية في بحر الصين الجنوبي وتبعنا امتعاض واستياء من قبل مثل الفلبين، فيتنام، ماليزيا وبالتالي هل واشنطن وراء أستراليا في هذه القائرات والتوجهات؟ أظن أن الأمر أكثر تعقيداً مما نعرضه اليوم لأننا رأينا منذ بضع سنوات هذا البزوغ لهذه الدول الناشئة اليوم كأستراليا كالهند إلى آخره التي أصبحت تأخذ هذه الحصة الأكبر في الدور على الساحة العالمية اليوم هناك هذا التحرك الأسترالي من أجل أن تطالب أستراليا بل اعتراف بها كقوة فاعلة في المنطقة من الصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم اليوم علاقاتها مع الدول حول العالم وذلك رداً على مبادرة الصين في المنطقة فيما يتعلق مثلاً بالأمن التجارة إلى آخره ولكن أظن أنه وبيئة المجمل وبالنظر إلى بحر الصين الجنوبي وهذه الأهمية بالنسبة للتجارة العالمية وللصين من أجل أن تخرج منتجاتها للعالم وأيضاً التعقيد هو على المستوى التالي سلاسل الأمداد والتوريد ولكن الصين تود أن تعرض نفسها على أنها قوة عظمى ولكن في الوقت لن تبالغ في ذلك لأنها تعي وتدرك أن القيام بذلك سيؤثر على هذه المسارات البالغة الأهمية التي تستخدمها ما هي لإخراج منتجاتها نحو الاقتصاد العالمي ولا يمكنها أن تتكبد تكلفة أي من المخاطر في هذه المنطقة لما لا لأن المزيد من الشركات اليوم باتت تبحث عن بدائل وأيضاً عن هذه المصادر البديلة للتوريد والمواد من أجل التصنيع لأن هذه البلدان لا تود أن تتكل على سلة واحدة من المواردين اليوم هذه المخاطر المتزايدة وبكل وضوح السياسة هي نحو التنوية اليوم من قبل هذه الشركات أو حتى هذه الدول من ناحية الموارد هنا أذهب بكل هذه المشاكل فيما يتعلق بالممرات البحرية الهامة ونتحدث عن بحر الصين الجنوبي ولكن بالتوازي مع كل ذلك يقول ضيفنا من الصين أن الصين غير قلقة ولكن منزعجة من هذه الخطوات الأسترالية تعتقد بأنها غير مبررة وهنا أسألك سيد بير فضول بالرغم من ذلك من المتوقع أن يقرر البرلمان في اجتماعات الغد زيادة الميزانية العسكرية للصين تحدث عن الثانية في العالم بعد ويت متحد الأمريكية كيف ننظر إلى هذه الزيادة في الميزانية العسكرية هل تحدث بالحقيقة عن مخاوف من أمن قومي أو هو إجراء اعتيادي بالنسبة للصين أم ماذا في وقت تعاني فيه الصين من أزمة اقتصادية يعني أنا بلاقي هذه الزيادة مباشرة لكل الضغوطات الصين عم بتعاني منها من دول الغرب دول الغربة حتى ضغوطات كثير عالية على الصين وهذه النتيجة كثير طبيعية الواحد يجب أن يتوقع أنه يشوف أن الصين عم بتعلي المليتري دفنس خصوص السين الجاي أنا بوافق مع الديوف البقوي اللي قالوا أنه الأمن الصيني هو أولوية حتى قبل الاقتصاد هذا شيء بوافق فيه وخاصة تحت سيطرة الـ CGP اللي بيّننا أنه كثير مهم بالنسبة له السيطرة على الحدود والسيطرة على الداخل كمان بقى من هون أنا أكون ما بستغرب إذا بيصير فيه زيادة بالـ وهذا أنا بقرأها كونسكوينس طبيعية لكل الضغوطات الصين عم بتعاني منه سيد كيندو بأقل من دقيقة ونصف لو تكرمت زيادة الميزانية العسكرية المتوقعة للصين تحدث يعني ما هي النسبة التي من الممكن أن تذهب إليها بكين في هذه الميزانية فيما يتعلق بالإنفاق العسكري أيضا السؤال هل سيتوازى ذلك مع إعلام بنفس الحاجة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد بالنسبة لي لن أتوقع هذه الزيادة بهذه الكمية ولكن اليوم هناك هذه الممارسة التي اعتدنا عليها في الصين وبمفادها الصين ليست هذا البلد الذي يبني القواعد العسكرية حول العالم مثلا ولكن إن الأهم بالنسبة للصين هو السيادة ووحدة الأراضي لسيما على تايوان لأن هناك هذا الخوف من التدخل الأمريكي في المنطقة لمساعدة تايوان إذن هذا أولا وهذا مصدر القلق الأساسي ولكن في نهاية المطاف أن الصين دولة مسالمة تحب الصدقة مع كل الدول حول العالم وليس هناك هذه الحاجة إلى الزيادة الكبيرة في هذه الميزانية شكرا على المشاركة جميعا من بكين السيد كيندو الشو الزميل الأول في معهد بنغول وأستاذ مساعد في جامعة رنمن في بكين شكرا جزيلا لك أشكر من أيضا فيتنام السيد بير فضول المدير العام لسكوير أسوسيات شكرا جزيلا لك ومن واشنطن السيد جيمس ديفيد سبلمن الخبيل الاقتصادي والمحاضر في جامعة جورج واشنطن قبل الختام أعد وأذكركم بسؤالي الرابط لهذه الليلة تسألنا ما هي ملامح خطة الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد والتبعات على الاقتصاد العالمي وكيف تراقب واشنطن أي خطوات قد تؤجج موجة جديدة من الحرب التجارية كذلك تسألنا هل تؤثر ضغوط أداء الاقتصاد الصيني بأي شكل على الأجندة الخارجية وكيف تنظر لدعوة دول أسيانة لتعزيز الدفاع البحري ضد ومارسات بكين في بحر الصين الجنوبي بعد استفاة النقاش في ملف الليلة خلص الضيوف إلى التالي بين احتواء المخاوف بشأن طباط الاقتصاد الصيني سيتم دون تخلي عن مستهدفات النمو وإجراءات التحفيز ستكون حذرة لتجنب أي ارتدادات سلبية واستكون الحكومة إذن ستدعم أي محركات مختلفة لأداء الاقتصاد كذلك خلص الضيوف بأن بكين ستعازز من سياساتها الخارجية ولكنها ستتجنب أي زيادة في التوترات الخارجية في المنظور القريب في ظل دغوطات متنوعة وتنافس جيوسياسي تقوده الولايات المتحدة لاحتواء توسع نفوذ بكين وصلنا إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة